منذ وصوله إلى سدة الحكم في القاهرة لاحظ الجميع الريض الذي يناله محمد مرسي من قبل الإدارة الأمريكية خاصة بعد توسطه في الهدنة بين إسرائيل وحماس لكن صحيفة نيويورك تايمز نشرت مؤخرا مقاطع لحديث أدل به محمد مرسي عندما كان مجرد قيادي في حركة الإخوان المسلمين حيث يهاجم فيه مرسي اليهود والصهيونية العالمية وعلى الفور انبر الناطق باسم البيت الأبيض ليعبر عن امتعاضه من حديث قديم للرئيس المصري وزاد على ذلك أن طلب هذا المتحدث مرسي بالاعتدار علنية الغريب أن إسرائيل لم يكن فيها أي ردة فعلا إزاء ذلك وكأن لسان حالها يقول لننسى الماضي ونبدأ صفحة جديدة هل كانت واشنطن فعلا جادة في طلب اعتدار علنين من الرئيس المصري محمد مرسي وهل يمكن أن يحدث ذلك مصر وأمريكا مطالبة باعتدار من مرسي على مواقف سابقة من اليهود موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربية نصدف في هذا الحوار من لندن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن الدكتور فواز جرجس أهلا بك دكتور فواز من القاهرة أيضا ينضم إلينا رئيس منتدى السياسات والاستراتيجية البديلة الدكتور جمال نصار أهلا بك أيضا دكتور جمال نصار يمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك إذن أبدأ حواري معك سيد فواز جرجس في لندن لماذا تدين الولايات المتحدة تصريحات قديمة للرئيس مرسي؟ ألم تكن على علم بها حين رشح الرئيس مرسي نفسه للرئاسة وفاز بها؟ أولا الحقيقة أنا لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية كان يمكنها إلا أن تطلب من الرئيس مرسي توضيح تصريحاته السابقة لعدة أسباب السبب الأول أنها أصبحت معلومة من قبل الشريحة الأمريكية والدولية ثانيا ضغوط كبيرة من قبل الكونغرس الأمريكي على هذه الإدارة إذا لم تطلب توضيحا من الرئيس المصري ثالثا الحقيقة قضية العداء الإسلامية قضية مهمة جدا في الولايات المتحدة وللنخب السياسية الأمريكية وأخيرا أن مصر لا علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة حيث أن الولايات المتحدة تقدم حوالي 2 مليار دولار هبة مادية وعسكرية إلى مصر وكل هذه الأسباب دفعت إدارة باراك أوباما للطلب من الرئيس المصري توضيح كلامه والاعتزار عن هذا الكلام الذي تعتقد أنه كلام خطير يمس بحرية الأديان وطبيعة الحكم الجديد في مصر ولكن هل ترى بأن واشنطن فعلا قلقة بشأن التصريحات تعود إلى ما قبل ثلاث سنوات أم أن الصحفي الذي سأل جاي كارني هو مضطر طبعا الناطق باسم البيت الأبيض للرد على هذه التصريحات بشكل مباشر في الواقع هذا سؤال مهم للغاية أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية وصلت إلى نتيجة أن حركة الإخوان المسلمين وأن الرئيس المصري محمد مرسي الذي ينتمي إلى هذه الحركة هي حركة لا تشكل خطرا على السياسات الأمريكية وعلى السلام الإقليمي والدولي أنا أعتقد أن الطريقة التي قام بها الرئيس المصري من خلال قضية التهديئة في قطاع غزة وخاصة في الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة المقاومة المصرية الإدارة الأمريكية أدركت أن الرئيس المصري لعب دورا إيجابيا مهما ومن هنا وأيضا قامت حركة الإخوان المسلمين متمثلة ببعض القيادين في هذه الحركة وخاصة الأستاذ خيرات الشاطر والذي أكد وأعطى تطمنات إلى الإدارة الأمريكية بأن حركة الإخوان المسلمين سوف تحترم اتفاق كام ديفيد وهذا السلام بين مصر وإسرائيل وأن حركة الإخوان المسلمين لن تأخذ أي سياسات استفسازية يمكنها تؤثر بالسلام الإقليمي والأهم من ذلك أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية والنخب الأمريكية وصلت إلى قناعة بأن حركة الإخوان المسلمين والنخب الإسلامية تؤمن باقتصاديات السوق الحرة إذن القضيتين الرئيسيتين قضية عملية السلام الإسرائيلية المصرية وقضية الاقتصاد السياسي أدركت النخب الأمريكية أن حركة الإخوان المسلمين لن تأتي بسياسات رادكالية يمكن أن تغير من منظومة المنظومة السياسية والاقتصادية في مصر والمنطقة أيضا دعنا سيد جوجس نقترب من وجهة النظر المصرية القريبة من جماعة الإخوان المسلمين مع الدكتور نصار دكتور نصار ياسر علي المتحدث باسم الرئيس مرسي قال بأن تصريحات الرئيس اقتطعت واجتزئت من سياقها نود أن نفهم ما هو السياق الصحيح للتصريحات التي سمعناها من الرئيس مرسي قبل ثلاث سنوات وأعيدت طبعا في نيروك تايمز وفي وسائل إعلامية أخرى يعني أتصور أن المناسبة التي قيل فيها هذا الكلام هو كانت الاعتداءات المتكررة من إسرائيل على الفلسطينيين وهذا أمر ليس بغريب يعني أن يعترف أي إنسان أنه يعادي إسرائيل لأنها تقوم بالاعتداء على الفلسطينيين وقتلهم وتشريدهم وأيضا بناء المستوطنات الغير شرعية والمنكورة من كل المجتمع الدولي هذا جانب الجانب الآخر دعيني أوضح فكرة السامية أن هذا المصطلح كما قال المؤرخ جواد علي في كتابه العرب قبل الإسلام قال أن فكرة السامية هي كلمة وهمية والمقصود بها أن كل من يعادي الإسرائيليين الذين يقومون بطرد الفلسطينيين أو الذي يعادي الإسرائيليين الذين يقومون ببناء المستوطنات إلى آخر ما يقوم به هذا الكيان يعتبر ضد السامية فهذا أمر الحقيقة لي للحقيقة ويريدون أن يصدروا مصطلحا وهميا هو أصلا المقصود به الشعوب العربية لأنه سام هو سام ابن نوح فهذا أمر يطول الشرح فيه في الإطار التاريخي الأمر الثالث وهو التوقيت الذي أسير فيه هذا الموضوع لأنه بطبيعة الحال أنت تعلمي والعالم كله يعلم أن الأمور إلى حد ما ليست مستقرة كما يحب الشعب المصري فيريدون أن يصدروا مشكلة أخرى لكي تلتهب الأمور وكي يقول البعض أن هناك توتير العلاقات أنت ربطت تصريحات الرئيس مرسي بعملية الرصاص المصبوب نهاية العام 2009 بداية العام 2010 لكن نقد الرئيس مرسي كما سمعناه لم يكن نقدا سياسيا بحثا للحكومة الإسرائيلية أنذاك التي قامت بهذه العملية هو تحدث عن إرضاع المصريين لكراهية اليهود والصهاينة كما جاء في كلامه وإرضاع الأولاد والأحفاد يعني كيف يمكن أفهل الأمر بطرق أخرى يعني كيف يمكن ذلك سيد جمال أظن أنه يقصد نعم أظن أنه يقصد المحاربين الذين يعتدون علينا أما بالنسبة لليهود فهم مثل كل غير المسلمين مثل المسيحيين الغير معادين يعني هناك من اليهود حتى في أوروبا وفي غيرها من البلدان لا يعادون المسلمين فأولئي لهم ذماتهم كما ورد في كثير من النصوص القرآنية أما فيما يتعلق بيئة المحاربين والذين يأخذون الأرض ليست من حقهم ويغتصبونها ويقيمون عليها البيوت وغير ذلك هذا أمر معروف أنه في هذه الحالة ليس فقط الدكتور مرسي بل كل الحكام العرب صرحوا بذلك أكثر من مرة وفي أكثر من موقف ولكن أنا أريد أن أؤكد أن هذه الدعوة واختيار التوقيت هي دعوة سخيفة ولا يجب أننا الحقيقة نهتم ونعطيها أهمية كبيرة كما تدعي بعض الصحف الأمريكية وربما البعض يريد أن يتقرب إلى الأعضاء الإسرائيليين أو اليهود الموجودين في الكونجرس أو غيره فلا يجب أن يكون هناك حالة من التدخل في شؤون الدول الأخرى وطلب اعتذار في أمر كان في طبيعته اعتداء من محتل على أرض فلسطينية عربية عود إليك سيد جيرجس ألم يجري ربما توظيف هذه التصريحات لمرسي من أجل تشفيه صورته كما يقول دكتور جمال نصار للأمانة أقول أن الإدارة الأمريكية ومن خلال حقيقة قراءة الواقعية أن الإدارة الأمريكية لم تحاول استخدام هذه الأقوال لخلق مشاكل جديدة لمصر الحقيقة في الأشهر الماضية خلال الأزمة السياسية المهمة في مصر ترددت الإدارة الأمريكية كثيرا كما تعلمين ولم تنتقد سياسات الرئيس المصري في الواقع الإدارة الأمريكية إدارة باراك أوباما وقفت حياديا بين الرئيس المصري والمعارضة رغم والمعارضة السياسية الليبرالية والقومية حقيقة انتقدت السياسات الأمريكية لأن إدارة باراك أوباما رفضت أن تأخذ موقفا حادا من الرئيس المصري النقطة الأولى النقطة الثانية يعني من يعرف المجتمع الأمريكي يعرف تماما الواقع السياسي وواقع المؤسسات ومن ثم عندما تنشر صحيفة مثل نيويورك تايم وهي أهم الصحف الأمريكية مثل هذه الأقوال لا يمكن لأي إدارة أمريكية إلا أن ترد عن هذه الأقوال النقطة الثالثة الواقع المهم وأنت ذكرتها في المقدمة مقدمة البرنامج أن إسرائيل لم ترد على هذه الأقوال إسرائيل لم تستخدم لم تحاول استخدام هذه الأقوال لأن إسرائيل حقيقة تعتبر مصر من أهم الدول الإسراتيجية العلاقة الإسرائيلية المصرية برأيها من أهم العلاقات ومن ثم هي لا تريد أن تؤزم العلاقة المصرية الإسرائيلية وخاصة هناك نوع من القناعة داخل القيادات الأمريكية والإسرائيلية بأن الرئيس المصري الدكتور محمد مصري لعب دورا إيجابيا وأن دوره الحقيقة يمكن أن يلعب دورا أكثر إيجابية في المستقبل من أجل التهديئة وخاصة على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية إذن علينا الحقيقة محاولة لقراءة نوع هذه التصريحات وعدم الحقيقة تبسيط الأمور من جهاتنا كعربي عندما نسمع مثل هذه التصريحات في الولايات المتحدة دكتور نصار حقيقة وصراحة هل ما دعا الرئيس مرسي ومعه الناطق باسم الرئاسة ياسر علي للقول بأنها تصريحات مشتزئة هو الوضع الجديد للرئيس مرسي كرئيس لدولة لمصر وهي دولة محورية تلعب دور كبير في عملية السلام وخصوصا بعد ما حدث في غزة قبل شهر ونصف تقريبا بطبيعة الحال مصر كان لها دور كبير كما ذكرتي في تهديئة الأوضاع كنت كما تعلمي كان هناك من قبل إسرائيل هجوم على غزة فلولا تدخل الإدارة المصرية بشكل حكيم لكان وقع ما لا يحمد عقب هذا الأمر الأمر الثاني أنه طبعا بطبيعة الحال أي كلام يأخذ من سياقه بيفهم بطبيعة الحال خطأا أما فكرة أن يعتذر الرئيس مرسي فأنا لا أظن أن هذا سيحدث في المستقبل ولا يجب أن يحدث لأنه كما قلت لك كان هذا الكلام له سياقه وأنا أستغرب كما قلت وأكد دائما الاختيار ليس لهم مناسبة اختيار الوقت بطبيعة الحال وأنا أؤكد مرة أخرى أننا لا يجب أن نشغل بمثل هذه الأمور ولا نعطيها أكثر من حجمها لأنه أنت كما قلت وأنا أؤكد مرة أخرى أنه الكلام أخذ من سياقي وكان نتيجة لاعتداءات كررت كثيرا قضية أن الكلام خرج عن سياقه واجتزئ الكلام واضح لماذا لا تعترف جماعة الإخوان المسلمين بأن هذا الرأي كان للرئيس مرسي عام 2010 حين لم يرد في بال شخص أن تقوم ثورة في مصر ولا أن يصبح قيادي في جماعة الإخوان المسلمين رئيسا لمصر بعد تقريبا سنتين من هذه التصريحات وهل هناك أحد نفى أن هذا الكلام غير صحيح أنت تقول بأنه احتوزئ أنت تقول بأنه احتوزئ عيدانيات العالية يقول بأنه احتوزئ من سياقك أيو نعم أنا ما أقصد أن أقول أن هذا الكلام الذي قالوا الدكتور مرسي كان له سياقه في وقته وقت أن تم اعتداء من إسرائيل على الفلسطينيين وهذا الكلام لم يقوله فقط الدكتور مرسي بل قالوا الكسيرون من الأحرار في العالم سيد جمع النصار دكتور فواز يريد أن يعلق على كلامك تفضل دكتور فواز في الواقع الحديث لنكن صريحين الواقع أن الرئيس المصري عندما نطق بهذه الأقوال كان حركيا في حركة الإخوان المسلمين الآن هو رئيس يمثل كل المصريين لديه مسؤوليات خطيرة للغاية والمعضلة هنا أن هناك فرق كبير بين حركي في حركة سياسية وإيديولوجية ورئيس يمثل دولة بقوة وزخم مصر الأهم من كل ذلك أنا أقولها بأن العرب ومنهم الرئيس الدكتور محمد مصري ليس لدينا أي عداء لا لليهود ولا حتى مثل مآل قضية السامية ومن ثم الحديث عن اليهود بهذه الطريقة نحن أنا نحن من الأهمية بمكان وخاصة أن ننتمي إلى ثقافة أممية الثقافة العربية والإسلامية أن نكون صريحين وواقعيين وعمليين وليبراليين في هذا المجال نحن لا نتحدث بهذا الحديث ومن ثم إذا نطق الرئيس إذا كان الرئيس محمد مرسي كحركة في حركة الإخوان المسلمين تحدث بهذه الطريقة أنا لا أعتقد أنه من العيب أن يعتذر عن هذا الكلام العداء لليهود ولكنه إذا اجتزئ هذا الكلام من سياقه هذا كلام آخر بالطبع شكرا لك دكتور فواز أرجو أن تبقى معنا وأيضا يبقى معنا أيضا دكتور جمال نصار لنتابع الجزء الثاني من حوار الليلة من سكاي نيوز عربية بعد قليل ترجمة نانسي قنقر